أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكفر وعلى آله واصحابه وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبنوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن منه تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب صغير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمحوا لها شيخ وهي تفور فكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوجه سألوا خزنتها ألم يحطكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أمتم إلا في ظلال وكبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا ما كنا في أصحاب الصغير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب الصغير إن الذين يرشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أم جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي يجعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسئ بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف ندير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما ينسكهن إلا الرحمن إنهم بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جود لكم ينسركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رسقا بل لجوا في عكب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سويا على شراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه ظلفة ناسيئة مجور الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غرا فمن يأتيكم بماء مغيم الله رب العالمين صدق الله العلي العظيم